محطة سكة حديد شهاتر باتي شفاجي الهند إن هذه المحطة الموجودة في مومباي التي كانت تسمى من قبل بومباي مدرجة على قيمة تراث العالمي وقد بناها البريطانيون أثناء العصر الفيكتوري عندما كانت الهند خضعة للحكم البريطاني وكانت مركز التجمع الرئيسي لجميع أنواع البضائع من كل أنحاء الهند التي كانت تشحن من هناك إلى بقية بقاع الأمبراطورية وقد بنيت على طراز القوطي الفيكتوري وتزدان زخرفتها برموز مختلفة من الحكم الاستعماري تمثال التقدم والتمثيل النصفية لمدراء شركة السيكاك الحديد أثناء تشيدها معلقة على الجدران وتماثيل الأسد البريطاني ونمرون هندي لحراسة المدخل ويستخدم المحطة حاليا ثلاثة ملايين مسافر يوميا ومكتب تذاكر وكشك الصحف مزدحمان دوما وبالنظر إلى الازدحام الشديد فلن يستطيع المسافرون حمل حقائبهم حتى ولو كانت حقيبة واحدة وقد اخترعت طريقة عبقرية لتزويد العمال الذين يأتون إلى المدينة من أجل العمل فيها بوجبة غذاء منزلية ساخنة إذ تقوم زوجات المسافرين بالقطار بإعداد وجبات غداء في علبة خاصة ويجري تسليمها إلى السائق وعندما يصل القطار إلى المحطة فإنه يتم نقلها عبر المدينة بواسطة سعات يحملونها على درجات هوائية كانت هذه المحطة من قبل رمز السلطة الاستعمارية وقد أصبحت الآن مركز هذه المدينة المفعمة بالنشاط والمتراميات الأطراف ترجمة نانسي قنقر